اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ابل بتقول لك ان الايفون هذا نفس الحجم لكن ما راح يكون في حواف تحت ولا حواف فوق راح يتكنسل كامل ما راح يكون في الفيس اي دي تسيربات كانت قبل ثلاثة شهور اربع شهور كانت يقول لك ان البصمة راح يحطونها في الزر الباور كان البصمة حلوة لكن الان طلعت التغنية قبل شهر ان يقدرون يحطون تتش اي دي تحت الالسي دي فابل ما ندري الان هل بيخلونا التتش اي دي في الباور او التتش اي دي تحت تحت الشاشة مع الالسي دي الجديدة في الايفون اس اي بلس فحجم صغير شاشة كبيرة هذا الشي الجديدة راح يكون المعالج بعض اشخاص يقول لك المعالج راح يخلونا عليه الـ A13 طيب الـ A13 موجود هنا ليش قبل بتحطي الـ A13 الـ A13 ترى قوي والـ A13 الى الان اقوى من المعالجات الموجودة في الاندرويد فراح يمشي معاك يعني السن الجاي نقدر نقول لك اربع سنوات قدام برضو على الجهاز بربعمية دولار ليش راح تحط عليه الـ A13 وما راح تحط عليه الـ A14 الـ A14 بينزل نهاية السنة هذه مع الـ iPhone 12 ليش ما تحطه السن الجاي عليه عليه في الـ iPhone SE Plus سبب واحد للبداية إذا سوتها أبل يعني طبعا لأن الـ A14 راح يكون عليه 5G فما توقع أبل راح تدعم الـ SE بالـ 5G الأشخاص اللي بيستخدمونا مثل ما قلت لكم الفئة المحددة أشخاص بيفتحوا الـ WhatsApp بيفتحوا البنك بيفتحوا بيخلص بيصور صورة بيطلع بس فما يبي سرعة قوية في الجهاز ما يبيل أشياء ذي أبل تدور ان تابع تقلل قيمة الجهاز فتب تمسك مثلاً على 400 دولار فالـ 400 دولار ذي لازم يشوفون شي يشلون من الجهاز من الداخل عشان يخلون ذي القيمة أشخاص يقول لك أوه شكل قبيح شكله ليش نوتش اللي فوق أوكي كنسلات النوتش عندك بتخلي عليه الـ LTE عطيها سنتين ثلاث سنوات على ما تطلعين 5G أي 5G اللي موجودة حين عندنا كلها مقصة كلها 5G Sub-6 اللي هو أسرع من الـ LTE بشكل بسيط لكن الحقيقية متى نقدم قدامنا من خلص كورونا نعرف الشركات متى أصلاً بيحطونا 5G عدل بجمعهم هنا فالـ A13 سيكون ممتاز ووصلنا الجهاز سيكون صغير فالبطارية أشخاص بيهتمون شوي بالبطارية فيه فعليه الـ A13 حلو أو تسوي نسخة ثانية على الـ A14 بس بدون 5G ما للمعالج حقها ولكن ما توقعت تسوي أظل فـ A13 ممتاز A13 سيحطيك أربع سنوات قدامه ممتاز والفئة حتى لو ننزل الآيفون SE Plus راح تكون الفئة محددة لحق الأشخاص اللي يبقى كاميرا واحدة الجديدة كلها على كاميرتين ثلاثة كاميرات لإدار كلها كبارة راح نوصلنا فوق يعني بالكاميرات تبي كاميرا واحدة تشتغل معاك وممتاز وكل شيء موجود عندك ذلك الجهاز فأتوقعنا راح يكون ضربة معلم بـ 400 دولار شاشة كاملة من أبل أشخاص اللي بيشترونهم اللي ما شروا الـ SE وأبل قالوا أوه محبط عندهم أن في نوتش والأشياء ذي فما يريد زر مع أنه زر حلو وممتاز سريع وحلو لكن الأشخاص أريد شكل غديم وممكن شكل جديد المشاكل اللي موجودة حين اللي يقول لك للناس حين بس جايسين تهوشون إنه ليش أبل صوت الحركة ليش ما حطت النشاجة جديدة بدون نوتش والأشياء ذي جهاز غديم جهاز من عامل فيه المادر شنو أحين بتسوي لكم يا هابو بتحطها لكم بـ 400 دولار طبعا الأشخاص اللي بينتقدونه راح ينتقدون حتى الجديد اللي بينزل ليش محطه في 5G فيه راح يكملون كنه لكن كمل يعني جهاز بالنسبة لي اللي يبي بصمة بصمة احتيادية من الجهاز القديم موجود هذا وراح يكون ممتاز نبيعات راح تتم ممتازة لكن اللي يبي لها تغير انتظر الجديد هي كلها ذواق يعني فيه أشخاص ما يهتمون بالمساحة اللي قدهم فوق وتحت موجود عندك الجهاز فبس هذا الفيديو فأفناهت الفيديو لاتنسون اشتراك في الغناه ونشر المقطع والاشتراك حساب بالسناب شات وتشرف بإضافاتكم وعمل لها كل مقطع وتحليقاتكم تحت تهمني ولا تنسوا الفضل دعاكم والسلام عليكم اشتركوا في القناة